اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل على الهوى في الحياة اليوم هذه الفقرة بعنوان اريد حلا بس بطلت هذا الفيلم مش السيدة فاتن حمامة بطلته الفنانة عبير الشرقاوي نجلة المخرج الكبير جدل الشرقاوي اللي الحقيقة تواصلت معنا الاسبوع اللي فات وقالت لنا انا عندي مشكلة كبيرة وعندي استغاثة عايز اوصل صوتي لمن يهمه الامر لان انا متعرض لزرم كبير احنا لما اسمعنا القصة الحقيقة لقينا انها ابعد شوية ما تكون عن انها حالة شخصية تقص عبير الشرقاوي وانه هي ممكن الاستفادة منها لتصحيح اشياء كثيرة في المتعلقة بمحكمة الاسرة والتقاضي وما الى ذلك مساء خير يا سيد عبير مساء النور يا سيد عبير ازاي حضرتك ازايك الحمد لله الحمد لله تمام لكن المايكروفون انا مش هتدخل خصوصا ان القصة طبعا منظورة امام القضاء فالكلام فيها هيبقى يعني بدقة وبحرص لكن في النهاية انت عندك منجدة وعندك رسالة عايزة توصليها فارجو ان انت يعني تنطلقي للمشاهدين باللي انت عايزة تقوليه هو مبدئيا استغاثة لوزير العدل لان طول ما العدل مش متحقق احساس الظلم والقاهر ده فظيع يولد انفجار طبعا فلما انا كواحدة ست وغيري كتير من ستات مصر ستين سبعين في المية من ستات مصر في محاكم الاسرة بالجأ للقضاء يعني انا كل اللي ببانا اتقفلت يعني انا عايزة العدل بقى يتحقق لما الدعاوة بتاعتنا تقعد بالترات اربع سنين في المحاكم يعني انا مثلا مصاريف المدرس انا من 2011 ما اخدش ولا ماللي ليه ليه حضرتك علشان فيه محضر بيعلني امريكاني علشان فيه امين سر امريكاني دي يعني كده وكده بالزبط بيعلني كده وكده يعني ما يوصل ليش الاعلان ويبقى فيه دعوة ويبقى فيه جلسة فانا ما احضرش فاخسر فاخسر لما يبقى فيه امين سر بيسحب المستندات من قدام القاضي اللي بتثبت حقي وحقي ابني فلما القاضي يجي يحكم يلاقي القاضية نقصة فاخسر بسبب امين سر لما يبقى فيه تحريات امين الشرطة هو اللي بينزل يعملها فالتحريات تيجي غلط تيجي مخلفة للواقع والحقيقة فكل ده فين العدل وبعدين يا أستاذ سامر بجد مش مهمة لان الحمد لله رب العالمين انا عندي والدي ربنا يبارك فيه وفي عمره وفي صحته سندنا السبتات بقى التانية بتاع الشعب المصري اللي هي بتنزل بتشتغل علشان خاطر تأكل ابنها ده ولا بنتها دول بقى لما يتمرمطوا في محاكم الأسرة بالثلاث سنين والأربع سنين والمحاميين يبهدلوهم وقمناء السر والمحضرين وقمناء الشرطة يا جماعة دي كارسة كارسة دي كارسة